ونتحول الآن في نشرة السادسة لمتابعة أهم أخبار المال والأعمال وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع فاطمة خليل شكرا إلهام نمر شكرا ريهام الديب أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة بحثت مصر والصومال أوجه التعاون في مجال تدريب وبناء القدرات والاستزراع السمكية وخلال اللقاء مع وزير الثروة السمكية السومالية أحمد حسن آدم أشار وزير الزراعة السيد القصير إلى أن هناك توجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة من خلال تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات إضافة إلى نقل الخبرة المصرية في تأهيل الكوادر الصومالية للعمل في تصدير الأسماك وحماية الشواطئ في أسواق المعادن النفيساً خفضت أسعار الذهب إلى 1753 دولار و95 سنت للأقيم محالين سجل عيار الذهب 18 نحو 1106 جنيهات أما بالنسبة ليار 21 فقد سجل نحو 1290 جنيه بالنسبة ليار 24 سجل نحو 1474 جنيه أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 10320 جنيه في أسواق البترول العالمية خفضت أسعار النفط مسجلة الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي بفعل مخاوف إزاء تراجع الطلب في الصين ومزيد من إجراءات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بلغ سعر المزيج برينت نحو 87 دولار و62 سنت للبرميل منخفضاً نحو 12.4% بينما بلغ سعر خم غرب تكسس الوسيط الأمريكي نحو 80 دولار وثمانية سنتات للبرميل منخفضاً 1.91 من مئة بالمئة صعدت أسعار المزاوط على مين بنسبة 14 من مئة بالمئة لتصل إلى 3 دولارات وأربعة سنتات للتر انخفضت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 41 من مئة بالمئة لتسجل نحو 6 دولارات و3 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أكد رئيس المجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة عدم الاستمرار في الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للموازنة مشدداً على وضع مكافحة الفساد الإداري والملاي في مقدمة الأولويات أشر رئيس الحكومة العراقية إلى أن رؤية الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تأخيرها في ظل تردي وعدم فعالية مختلف القطاعات المحركة للاقتصاد والمتمثلة بالصناعة والزرعة والسياحة تعهد زعماء منتد التعاون الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادئ أبك بالحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف يستند إلى قواعد أضاف قادة التكتل المكون من 21 دولة في الإعلان الختمي لقمتهم التي استمرت يومين في بانكوك أنهم يدركون الحاجة إلى مزيد من الجهود المكثفة لمواجهة تحدياتنا مثل ارتفاع التضخم والأمن الغذائي وتغير المناخ والكوارث الطبعية موسيقى وشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مراوخة لرهام والهام لاستكمال ما تبقى من السادسة شكرا لك فاطمة خليل على هذا العرب شكرا لك